قانون نيوتن الثاني للحركة قد رأينا بالفعل في القانون الأول أن أي جسم لا يغير حالته في الحركة ما لم تؤثر عليه قوة خارجية وبكلمات أخرى نستطيع أن نقول أن التغير في حركة أو عجلة جسم يعتمد على القوة المؤثرة عليه ولكن القانون الأول لم يعرفن كيف أن عجلة جسم تعتمد على القوة المؤثرة عليه بينما يعطينا القانون الثاني العلاقة بين القوة والعجلة ولكي نفهم القانون الثاني يجب أن ندرس مفهوم القوة الدافعة عندما تصطدم كرة كروكيت تتحرك ببطء بشخص فإنها لن تؤذيه كثيرا ولكن إذا كانت الكرة تتحرك بسرعة كبيرة فسوف تؤذيه بشكل موجع الفرق في الحالتين هو سرعة الجسم المتحرك أي الكرة الآن إذا اصطدم الشخص بكرة تينيس الأثر هذه المرة سيكون أقل من الأثر الذي سببته كرة الكروكيت الاختلاف في هذه الحالة هو اختلاف في الكتلة بمساعدة هذين المثالين يمكن أن نحدد الكمية المسمى القوة الدافعة القوة الدافعة بي لأي جسم تحدد بأنها الناتج من كتلته آم وسرعته في الوحدة العالمية للقوة الدافعة هي الكيلو جرام متر لكل ثانية في الحالة الأولى حتى لو أن كتلة كلا الكرتين هي نفسها لكن الكرة المقذوفة ثانية لها قوة دافعة أكبر من الأولى بسبب سرعتها الأكبر وبالمثل في الحالة الثانية حتى لو أن سرعة كلا الكرتين هي نفسها فإن كرة الكروكيت لها كتلة أكبر وقوة دفع أكبر من كرة التينيس والآن بمساعدة القوة الدافعة دعنا نفهم القانون الثاني للحركة ينص قانون نيوتن الثاني للحركة على أن معدل التغيير للقوة الدافعة في جسم يتناسب مع القوة الغير متوازنة المؤثرة عليه ويأخذ اتجاه القوة المؤثرة باختصار يمكننا القول أن معدل تغير القوة الدافعة يتناسب عكسيا مع القوة غير المتوازنة افترض أن جسما له كتلة أم يتحرك على طول خط مستقيم سرعته الابتدائية افترض أن قوة ثابتة F تؤثر على الجسم ويتم تعجيله بشكل غير منتظم بعد زمن T فتكون سرعته النهائية V وبذلك تكون القوة الدافعة الابتدائية لجسم P1 P1 يساوي M في U القوة الدافعة النهائية لجسم P2 P2 تساوي M في V التغير في القوة الدافعة في زمن T ثانية يساوي P2 ناقص P1 التغير في القوة الدافعة في زمن T ثانية يساوي M في V ناقص M في U التغير في القوة الدافعة في الثانية واحدة يساوي T على بين قوسين M في V ناقص M في U يساوي T على M في بين قوسين V ناقص U معادلة واحد نحن نعرف أن معادلة التغير للقوة الدافعة في الثانية واحدة يعتبر لا شيء ولكنه معدل تغير تبقى لمعادلة الحركة تكون V تساوي U زائد A T وتكون A تساوي بين قوسين V ناقص U على T معادلة اثنين وبالتعويض بالمعادلة الثانية في المعادلة الأولى نجد أن التغير في القوة الدافعة للجسم في زمن T يساوي M في A معادلة ثلاثة وبالفعل نكون قد رأينا أن معادلة التغير في القوة الدافعة متناسبا مع القوة غير المتوازنة ومن المعادلة الثالثة نجد أن M A تتناسب مع القوة الغير المتوازنة والتي نرمز لها بالرمز F فتكون F تتناسب مع M A ويمكن كتابة ذلك كالتالي F تساوي K في M في A معادلة أربعة حيث K هو ثابت التناسب الآن نفترض أن وحدة قوة تؤثر على وحدة كتلة جسم وبذلك تنتج وحدة عجلة وبذلك يمكننا إيجاد قيمة ثابت التناسب لكي يكون واحدا وبالتعويض عن K يساوي واحد في المعادلة الرابعة نجد أن F تساوي M في A هذه هي الصغة الرياضية لقانون نيوتن الثاني للحركة